السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درسا جديد إذا كنتم المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو معنا أصدقائي ليصلكم كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن position إذن الملكية في اللغة الإنجليزية كيف أقول هذا الشيء يعود لشخص ما أو ينتمي لهذا الشخص أو هذا الشيء يعود لشخص ما نستخدم أباستروفي أس بهذا الشكل يعني فاصلة علوية بعد يكون لدينا أس نلاحظ لدينا ماي فريند نحن نعرف فريند صديق عندما أقول ماي فريند صديقي أضع أباستروفي أس وبعدها الشيء الذي يملكه ماي فريندز هاوس يعني منزل صديقي يعني هذا المنزل يعود لصديقي أو يملكه صديقي نلاحظ بعد فريند وضعت أباستروفي فاصلة علوية بعدها أس بهذا الحال يكون عندنا ملكية يعني ملكية هذا المنزل لصديقي ماي فريندز هاوس منزل صديقي مثلا إذن سيارة أخي نقول أخ برادر أريد أن أقول أخي ماي برادر إذن أخي سيارة أخي فقط أضع أباستروفي أس بعدها أضع الشيء الذي يملكه تصبح ماي برادرز كار سيارة أخي إذن لاحظ أخ أو صديق مفرد عند إذن أستخدم بعدها أباستروفي أس هذه الأس ليست أسة جمع نسميها أس الملكية وليست الأسة التي نضيفها للفعل إذن تأتي بعد الأسم وتكون مسبوقة بفاصلة علوية إذن هذا مفرد أيضا أخ مفرد صديق مفرد طب إذا كان جمع غرفة الأولاد يعني هذه الغرفة تعود للأولاد لاحظ children جمع جاي من child child طفل children أطفال بهذا الحالة أيضا نضع أباستروفي أس نفس الحالة بدأ عن كلمة friend وضعنا children وضعنا ذا أيضا الشيء الذي يملكه هؤلاء الأولاد هو room بهذا الحالة نضع أباستروفي أس تصبح the children's room غرفة الأولاد أيضا لاحظ children جمع لكن جمع غير نظامي كيف عن نظامي يكون متابع أس مثل الحالة اللي بعدهم إذن نضع أيضا أباستروفي أس إذن بحالة المفرد وضعنا أباستروفي أس وبحالة الجمع الشاذ يعني غير متابع أس الجمع أيضا the boys class صف الأولاد لاحظ boy ولد مفرد وضعنا أس الجمع الجمع لا نضع أيضا أس مرة ثانية خلص هذه أس الجمع بعدها فقط نضع فاصل علوية يعني بدون الأس هذه يعني نضع أسين مرة بعضهم خطأ يصبح اللفظ صعب boys this class إذن هذا خطأ إذن فقط نضع أباستروفي فاصلة علوية تصبح the boys class صف الأولاد إذا كان موجودة أس الجمع لا نضع أس فقط نضع فاصلة علوية بعد أس الجمع أثناء الكتابة بهذا الشكل أثناء اللفظ فقط نقول the boys class إذن إذا كان مفرد نضع أباستروفي أس إذا كان جمع شاذ يعني غير نظامي يعني غير متابع أس نضع أيضا أباستروفي أس إذا كان فيه أس الجمع فقط بعدها نضع أباستروفي فقط بدون الأس أيضا نلاحظ هذه الحالة Chris يعني شخص منتهي ب S اسمه يعني ليس الجمع اسمه منتهي مثل كلمة Chris منتهي ب S بهذا الحال أيضا نضع أباستروفي أس تصبح Chris's car سيارة Chris أيضا نضع أباستروفي أس إذا كانت الأس من أصل الكلمة بهذا الحال أيضا نضع أباستروفي S والشيء الذي يملكه يعني سيارة كريس اللحظة هذه الجملة أحمد and Mary's car سيارة أحمد وماري يعني كلهما لديهم سيارة واحدة إذن لديهم سيارة واحدة أحمد وماري بينما أوضعنا إذا كانت هنا بصرفي فقط بالإسم الثاني إذا الإسمين بعدهم أو بصرفي S المقصد أنه ماري لديه سيارة وأيضا أحمد لديه أيضا سيارة إذا نصر عندي أربع حالات الحالة الأولى مفرد نضع بصرفي S الحالة الثانية إذا كان جمع غير نظام نضع بصرفي S إذا كان جمع منتهي بأسة جمع فقط نضع بعده فاصلة علوية إذا كانت الأس من أصل الكلمة أيضا نضع بصرفي S إذا كان لدينا إسمين الإسم الثاني منتهي بصرفي S يعني لديهم شيء واحد إذا كان كلاهما فيهم بصرفي S يكون لديهم شيئين تابع لكل منهما أيضا الأبوستروفي S ممكن تستخدمها مع الحيوانات أو النباتات مثل عندنا يعني رأس القطة أيضا نضع أبوستروفي S يعني الرأس يعود للقطة إذا the cat's head رأس القطة مثل عندنا the children وضعنا أبوستروف S the children's room بدل عن the children وضعنا the cat وضعنا أبوستروفي S أو أيضا أبوستروف S وضعنا هنا head وهنا وضعنا room إذا نفس الشيء يعني أبوستروف S يعني أبوستروف S تستخدم مع الأحيان إن كان إنسان أو حيوان أو يكون عندنا نبات أيضا ممكن نستخدم of لكن of نستخدمها فقط مع الأشياء الغير حية يعني مع الجمادات مثلا نقول the end of the story نهاية القصة لا نستطيع أن نقول the stories بهذا الشكل نضع أبوستروفي S تصبح the stories end نهاية القصة هذا خطأ لماذا؟ story إذن غير عاقل وأيضا جماد لا نستخدم أبوستروف S نستخدم بهذا الحالة بدل عن أبوستروف S نستخدم of the end of the story طبعا الفضلها the لماذا لأنه بعدها حرف صوتي the end of the story نهاية القصة يعني نهاية من القصة of بمعنى من لكن هنا مضاف إليه أيضا the window of the room نافذة الغرفة إذن نافذة الغرفة بهذا الحالة نستخدم نقول the rooms window هذا خطأ إذن بدلا عن أبوستروفي نضع of ونقلب كانت room بالأول عندما نضع of نضع window بالأول بعدين room تصبح the window of the room الشيء المملوك وبعدها نضع المالك بينما حالة أبوستروف S نضع أول شيء المالك وبعدها الشيء المملوك إذن تصبح the window of the room نافذة الغرفة أيضا نريد أن نقول سيارة أخي the car of my brother أيضا نستخدم of مع الإنسان نستخدم of أو نستخدم أبوستروف S يعني الجملة سيارة أخي نقول my brother's car وضعنا أبوستروف S وضعنا والشيء المالك بعد الشيء المملوك نعكسها نضع of نضع car بالأول the car بدأ عن أبوستروف S نضع of the car of my brother إذا لدينا حالتين يما نستخدم of of كما قلنا مع الغير عاقل يعني الجمادات مع الجماد أو أيضا نستخدم مع الإنسان أو نستخدم أبوستروفي S لكن أبوستروف S هذه فقط نستخدم مع الحيوانات النباتات والإنسان إذا كان جمادات نستخدم of إذا كما قلنا نضع الشيء المملوك إذن بعد نضع المالك بهذا الحالة نضع إذا نضع المالك وهنا نضع الشيء المملوك إذن الشيء المملوك مثلا نقول the door of the car the door of the car باب السيارة إذن وضعنا الشيء المملوك وبعد وضعنا المالك من الذي يملك الباب هو السيارة نقول the door of يعني باب من السيارة بينما هذه الحالة نقول the girls bag حقيبة الفتاة بالأول وضعنا المالك وضعنا بصرف s بعدها وضعنا الشيء المملوك أو الذي يملكه وهذا الشخص إذا كان إنسان كما قلنا نضع بصرف s أو نستخدم of نستطيع نقول the bag of the girl يعني نستخدم بصرف s أو of إذا كان إنسان لكن الأفضل دائما مع الإنسان نستخدم the bag of the girl حقيبة الفتاة إذا نتبه of s مع حيوانات نبات الإنسان وهذا الأفضل of نستخدمها مع الجمادات إذا كان لدينا إنسان نستطيع نستخدم الحالتين لكن المفضل نستخدم apostrophe s يعني of مو غلط لكن الأفضل نستخدم apostrophe s في حالة الملكية أيضا of ممكن نستخدم a lot of كثير من one of أحد ونتابع both of كيلة three of ثلاث من يعني ممكن نستخدم رقم قبل of some of بعض من any of أي واحد must of إذن الأغلبية من all of الكثير من lots of أيضا الكثير من a packet of أيضا علبة من a carton of من شيء معين إذن بعد هذه الكلمات نستخدم of a lot of one of both of three of some of any of must of a lot of lots of a packet of a carton of بهذا الشكل أنه هنا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن of و apostrophe s يعني المضافلة أو الملكية في اللغة الإنجليزية أتمنى قدمي الشيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لأيك الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعمل الفائدة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته